ده توقف الفترة اللي فاتت ولكن بكلمكم على ارقام قالها محافظة بنك المركزي مبارح بتعني ايه في الاقتصاد وبتعني ايه ايه ايضا بالنسبة لنا وزي ما قال كده تصرحات السيد طارق عامر قال انه اه في مبادرة رواد النيل اه انه خسار البنوك المصرية من طرح شهادات السسمار باعلى عائد تاريخي وكما وصفه محافظة بنك المركزي بلغ عشرين في المية وانه سبب ابقاء البنك المركزي على اسعار الفائدة عن تلك الحدود المرتفعة واكد محافظة بنك المركزي انه حصيلة البنوك من شهادات العشرين في المية العشرين في المية بلغت تمنمية مليار جنيه استفاد منها تمانية وعشرين مليون مواطن وقال السيد طارق عامر انه البنوك خسرت لصالح المواطنين اكتر من تلتمية وخمسين مليار جنيه خلال سنتين نتيجة طرح هذه الشهادات لكن البعد الاجتماعي ده اللي بيأكد عليه محافظة البنك المركزي كان اكتر اهمية بالنسبة لنا من تحقيق الارباح يعني قال كان مهم بنسبة لنا ان احنا نساعد الناس انهم يوجهوا ارتفاع الاسعار فطرحنا الشهادات دي بالنسبة الاعلى زي ما قال كده فايدة اعلى في التاريخ عشرين في المية ما حصلتش عشان الناس تواجه ازمة الاسعار المرتفعة اللي كانت محسوبة في ذلك الوقت وبالتالي البنوك ادت الناس تلتمية وخمسين مليار جنيه فوائد على هذه الشهادات على تلتمية مليار اكد محافظة البنك المركزي ان شهادات العشرين في المية كان هدفها توجيه المواطنين للادخار لمواجهة ارتفاع الاسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف فيه كمان كلام مهم بيقوله سيد طارق عامر قال انه البنك المركزي حاليا ده مهم اوي الكلام اللي جاي فيه دراسة بيقوم بيها البنك المركزي حاليا لاطلاق مبادرة جديدة لتسوية مديونات المتعسرين يعني المحافظة الوقت بيشوف انه يشوف مديونات الناس اللي عندهم حالات تعسر يبحثوها ازاي يتم يعني تسويتها او اسقطها زي ما احنا هنحاول نشوف حد يقدر يفصص لنا هذا الكلام كما يناقش المحافظ مقترحات البنوك لتحديد هذه المبادرة وكان من فترة كنا بنناقش كلام ده من اربع خمس شهور اللي هي فيما يتعلق برجال الاعمال والمصانع والشركات والمتعسرين لدى البنوك والبنك المركز الوقت بيشتغل على هذه المبادرة بالجديدة وبيشوف دلوقتي مقترحات البنوك هيتم ازاي التسويات قيمتها ايه هنحاول نتعرف على ده محافظة البنك المركزي بيتكلم على انه فيه تمام بنوك عندهم هذه الحالات التعصر يعني خاصة بالناس وانه المبادرة دي كان مفترض السنة اللي فاتت لما اطلقت العام الماضي ووقفت في نهاية شهر ديسمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر